أهلا بكم والحلقة الخامسة من كتاب أحبار على ركعة الأوراسيا السهونية المسحية اليوم 6 إبريل 2020 وقد سقط العالم رهينة في قبض فيروس كورونا أو كوفيد 19 وسواء كان هناك مؤامرة خلف هذا الفيروس أم لم يكن هناك إنما يقينا هناك من اختطف جينات هذا الفيروس من أجل زوابان النظام العالمي الجديد لبوش الأرض وده في الحقيقة اللي قال هن النهاردة هنريك سينجر لما خرج علينا بتصرحاته اللطيفة وقال أن هناك عالم أو نظام عالمي جديد ما بعد كورونا في الحقيقة بيفكرني بفريد شوقي مع زاكي رستم وهو يقول الله وأكبر قال له بس عم حاسب عملتها قبلك قبل كده أنا في 2017 توقعت في كتاب صادر ليه بنهاية القرن الأمريكي وبداية القرن الأوراسي إنما في الحقيقة هنريك سينجر لازم نقف عند تصرحاته لأنه هو فيلسوف عالم أوراق البريطانية وتربت لحم أكتافه داخل المطابخ السرية لبرونات المال وشركات ومصارف وليستريد عشان كده هندخل في حلقة النهاردة اللي جات بالصدفة وهي بتتناول ماذا فعل هنريك سينجر لقال روكفولر من أجل تثبيت أحكام قبضتهم ليتحكموا في الولايات المتحدة الأمريكية ويحكموا العالم ده اللي هنشوفه خلال حلقة اليوم عرفنا من الحلقة الثالثة إزاي تكونت إمبراطورية روكفولر النفطية ورغم نجاح أمريكا في تفكيك الكائن الاحتكال للروكفولر اللي هو ستاندر اويل ترست لأربعة وتلاتين شركة بموجب قانون شيرمان بتاع 1911 لكن روكفولر طلع منها أكثر قوة ونفوذ لأن الشركتين الرئاسياتين لهذا الكائن الاحتكالي اللي هما ستاندر اويل اوف نيوجيرسي وستاندر اويل اوف نيويورك تمكنوا عبر الزمان من ابتلاع كل الشركات المحلية وكمان دمجوا العديد من الشركات الأجنبية في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وفي أسيا داخل بوطاقة ستاندر اويل اوف نيوجيرسي اللي بقى اسمها بعد كده اكسون وكمان داخل بوطاقة ستاندر اويل اوف نيويورك اللي تغير اسمها في 99 إلى موبيل اندمجت الاتنين اكسون مع موبيل وبقت شركة اكسون موبيل كل ده كلام جميل وعائلة روكفولر دي كانت ناس عصامية وبنت نفسها بنفسها وفكرة ابتلاع الشركات الأضعف دي رغم انها مش أخلاق مثالية لكنها فكرة مقبولة جدا في عالم البزنس لكن ازاي سيطرت امبراطورية روكفولر النفطية دي على صناعة القرار الأمريكي وازاي هما اللي بيشعلوا الحروب ويكبروا رؤساء أمريكا على الخروب بقالتهم العسكرية من أمريكا اللاتينية الأفغانستان والعراق مرورا بالحرب العالمية الأولى والتانية في الحلقة دي وكل الحلقات اللي جاية هنكتشف أن بارونات المال اللي بيحكموا العالم بيحكمها بفكرة الكرسي الدوار وأحيانا بفكرة الكلاسي الموسيقية يعني ممكن يوقع حد منهم زي ما حصل في الأزمة العالمية بتاعت 2008 عشان يظل الباقي على قيد الحياة عشان نفهم كده بالبالة دي بيجيبوا عمر عمار ده يتربى جوه أي بنك من بلوكولي ستريت بتاعتهم وبعدين يطلع يمسكوه صندوق النقد الدولي ومنها يبقى وزير الخزانة الأمريكية يخلص مدته يطلع على رئاسة مجلس إدارة شركة CNN الإخبارية على سبيل المثال وبعدين يرجعوه يمسكوه مركز من مراكز أوعية الفكر والبحث اللي هي السينك تانكس بتاعتهم اللي بتقدم توصياتها طبعا للمكتب البيضاوي ويطلع منها بقى ممكن يمسك وزير دفاع أو ممكن كمان يوصل لرئيس الجمهورية يخلص مدته يطلعوه وينشئوله منظمة خيرية تروج لأهدافهم زي ما حصل كده مع بيل كلينتون وبعدين ينهي بقى حياته في حضنهم جوه مؤسساتهم الخاصة لو بصينا في أسماء رؤزات شركة إكسن موبل هتلاقي واحد اسمه لي رومن لي دا كان هو رئيس التنفيذ لشركة إكسن ما بين أعوام 1984 لتسعة وتسعين وبعد الاندماج مع شركة موبل في تسعة وتسعين تولى هو منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة إكسن موبل من ألفين وخمسة طب إيه المشكلة عادي يعني؟ لا طبعا مش عادي تعال بس كده نعرف تاريخ ريمونت إيه؟ الراجل ريمونت دا كان عده في مجلس العلاقات الخارجية وطبعا دا المطبخ السري اللي أسس روب فولر وروتشد وجي بي مورجان وبقى بارونات المال بعد الحرب العالمية الأولى عشان يدير المجلس دا لعبة الكرسي الدوار اللي حيسيطروا بيه على العالم مجلس العلاقات الخارجية دا طلع لي ريمونت عشان يتولى منصب نائب رئيس معهد أمريكان انتر برايز طبعا دا أحد مراكز السينك تانكس الأمريكية وده المركز الأبحاث اللي نقل جورج دابليو بوش إلى البيض الأبيض بعد كده بعد ما خلص مدته في انتر برايز طلعوما السكو رئيس المجلس الوطني للبترول ما بين كوسين ن بي سي المجلس دا هو عبارة عن لجنة استشارية أمريكية بتمثل أراء صنوع النفط والغاز الطبيعي وبتبقى أراء موجهة لوزير الطاقة الأمريكي دا طبعا الاسم اللطيف لكن في الحقيقة هو لو بضغط على أي رئيس أمريكي يرفض الانساء عليهم ويطلع بقالته العسكرية أينما تواجد النفط والغاز في العالم كمان ليه منتداء كان مدير شركة جي بي موركند شيز يعني أر روك فولر وأر موركن منفدين على بعضهو طيب مين بقى المدير اللي جيه بعده؟ ريكس تيرلسون تيرلسون كان بيشتغل من سنة 75 في إكسون وهو اللي ركب المنصب بعد ريموت من 2006 لغاية 2016 طلعوا عم تيرلسون بعد كده من الشركة وعشان يمسك منصب وزير الخارجية في إقدارة دونالد ترامب لما وصل في فبراير 2017 طبعا دا كان تزديد من ترامب للفاتورة الانتخابية بتاعته روك فولر ليه؟ لأن زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن روك فولر هو اللي وصل ترامب للحكم دون رغبة من روتشيلد وأتباعه عشان يلغي لروك فولر اتفاقية المناخ اللي مررها روتشيلد أيام أوباما عشان يعرفوا يطلعوا بالنفط الصخر بتاع روك فولر طيب يلا بينا بقى زي ما اتفقنا ننبش في ماضي قال روك فولر ونكشف المسكوت عنه وبما إننا كلنا بنحب الفضايح فحنبدأ بيها في الحلقة الثالثة عشرنا إلى قولة فضايح ستاندر اويل لجون دي روك فولر لما أثبتت لجنة هيبرون المشكلة من قبل الهيئة التشريعية لولاية نيويورك في 1879 إن خطوط سكك حديد أويو ونيويورك كانت بتمنع خصومات ضخمة جدا بالمخالفة للقانون لشركة ستاندر اويل اللي كانت في وقتها تنقل النفط بتاعها من ما بين الولايات وبعضيها واتهمت اللجنة ساعتها روك فولر بنها بصروات الشعب الأمريكي الفضيحة التانية اللي قلناها كانت في 1904 لما سائد سمعة ستاندر اويل في الأوساط الأمريكية ونشر معرض إيدا إم تاريبل الكليسيكي التاريخي الإسود لمؤسسة روك فولر والسلوك المشي لإمبراطية روك فولر نفطية في التهرب الضريبي والاستلاء على سرات الشعب الأمريكي في الحلقة دي بقى حنكشف النقابة عن الفضيحة التالتة اللي تم الكشف عنها لما ستاندر اويل في نيوجيرسي قدمت هدايا نقضية للحزب الجمهوري عشان يوصلوا سيودور روسفيلد للبيت القبيل الفضيحة دي أقر بها جون أرشولد بنفسه وده كان الرئيس التنفيذي لشركة ستاندر اويل في نيوجيرسي لما تم استدعاه في 1911 للإدلاق بشاهدته أمام اللجنة كانت بتحقق في المال السياسي اللي قدمتها شركته في 1904 لسنديق حاملات الأحزاب السياسية أنا ذاك أقر أرشولد قدام اللجنة في شاهدته إن الرئيس سيودور روسفيلد نفسه كان على علم بمبلغ المساهمة 125 ألف دولار وبكده كان روكفولر هو اللي وصل روسفيلد للحكم وروسفيلد ده كان مجرد مؤرخ وكاتب شعبي إنما قدروا يوصلوا في انتخابات حرة نظيفة وسلمني على الورد اللي فتح في جنيين مصر خش على الفيديحة الرابعة روكفولر وهنا لازم الأول هنتكلم شوية كده تاريخ لطيف عشان نفهم الأول دور الروكفولر في الحرب العالمية الأولى والتانية طبعا مش روكفولر بس روكفولر وروتشيلد كان بداية السعود الألماني كقوة صناعية عالمية على حساب بريطانيا كان في 1850 وكانت الأزمة الكبرى اللي فجرت الصراع ما بين الدولتين وقادت إلى الحرب العالمية الأولى هو اتجاه أنظار ألمانيا إلى الدولة العثمانية اللي كانت في هذا الوقت مناطق نفوذ بريطانيا وفرنسا كان الموقع الجغرافي العبقاري للإمبراطورية العثمانية هو اللي أثار لعاب الألمان لأن الإمبراطورية العثمانية وقتها كانت بتهيمن على كامل منطقة البلقان ومضيك الدردانيل والأراضي العابرة إلى شط العرب في الخليج العربي حتى عدن ومن حلب لسينة وسينة طبعا كانت مطلة على قناة السويس اللي كانت بتمثل استراتيجية همة جدا للتجارة البريطانية مع مستعمراتها في القرى الهندية عبر مضيك باب المادة وده طبعا نفس الطريق اللي خلق صراع مرير قبل كده ما بين الإمبراطوري الفرنسي نابليون بونابارد والإمبراطوري البريطاني لحد ما اتفق على تقاسم النفوذ داخل الدولة العثمانية بعد إسقالها بديون لا تنتهي بدأت الأزمة لما قررت ألمانيا أنها تبني مشروع سكك حديد برلين بغداد طبعا كان مشروع نابيل بيربط شعوب العالم ببعض والحضارات ببعض لكن في الحقيقة الألمان في الوقت ده كان اكتشفوا النفط العراقي في الموسل وكاركوك والبصرة وكان المشروع البري ما بين برلين لبغداد عبر المناطق الداخلية في الأنادول كان حيضمن لألمانيا استخراج المعدن والنفط على طول مصار السكك الحديدية دي بالفعل ب 27 نوفمبر 1899 كان بنك تويوتشا الألماني برئاسة جورج سيمانس قادر أنه يكلفت السلطان عبد الحميد الثاني ومش بس قادر أنه يخب منه حق امتياز بناء خط سكك حديد الأنادول بغداد والخليج العربي ده كمان انتزع منه حق استخراج المعدن والنفط على بعد 20 كمتر إلى جانبي خط سكك حديد بغداد طبعا الاتفاق الألماني العثماني لبناء المرحلة التانية من سكك حديد برلين بغداد معانيته أنه هيحطم أمال إنجلترا في السيطرة على نفط بلاد ما بين النهرين وبرضو فقدانها جزء استراتيجي هم جدا لحركة التجارة العالمية لصالح القوة الألمانية الصعيدة الأمر ده كله برميته ما كانش بيشكل بس خلل في ميزان القوة الأوروبية لصالح ألمانيا ده كمان كان بيمثل تهديد مباشر لأمن النفط البريطاني اللي كان نجح للتو في الاستحواز على النفط الفارسي عام 1908 عبر شركة النفط الأنجلوفارسية ومن هنا كانت البداية الحقيقية لدماء النفط لأن فكرة تأمين امتدات النفط للبحرية البريطانية اللي طلب بها تشرش الأنازاك كانت تجسيد حقيقي لسلسلة الحروب اللي قاضتها بريطانيا وقدت إلى نهيار الامبراطورية التي لتغيب عنها الشمس صحيح نجحت شركة النفط الأنجلوفارسية دي في تأمين حقول التنقيب عن النفط في إيران عبر امتياز دمت 60 سنة مع الشاه الفارسي لكن ظل النفط العراقي هو الهدف الاستراتيجي الأسمى للتاج الملكي البريطاني عشان كده بدأت بريطانيا تتحرك نحو نفط العراق وتسابق الزمن ضد ألمانيا وفي نفس عام تأسيس شركة النفط الأنجلوفارسية دي كانت بريطانيا أسست جوة تركيا بنك تركيا الوطني في 1909 البنك ده بدوره أسس لشركة اسمها شركة البترول التركية تي بي سي كان منطب الشركة دي أنها تحصل على امتيازات نفطية من السلطان العثمانلي في العراق أسوة ببنك دوتشيا الألماني ومن جهة تانية سرعت بريطانيا إلى تشكيل تحرف بريطاني فرنسي يطوقوا بالنفوذ الألماني جوه ومناطق الدولة العثمانية عملوا ده إزاي طبعا ابتدوا يصيروا قلائل ويهيجوا شعوب البلقان ضد السلطان العثمان العبد الحميد الثاني طبعا بالإضافة بقى لإيه للأسفين اللي كانوا بيدربوها في العلاقة ما بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية والمكائد اللي كانوا بيعملها اللي وصلت لغاية حروب البلقان من 1910 إلى 1912 كانوا بيتمنوا تفكيك بطيء للدولة العثمانية أنا زيكي ألمانيا طبعا تنبهت للرواية الأنجل فرنسية دي فابتد فجرت على تركيا وراحت للسلطان وعملت معاة اتفاقية عسكرية في 1913 بمجابة الاتفاقية قدرت ألمانيا أنها تعيد تنظيم الجيش التركي على غرار هيئة الأركان العامة الألمانية كانت وجهة نظر الألمان في الوقت ده أنه هما يبنوا جيش تركي يكون قوي وقادر أنه يسيطر على تلبيب الأمور جوة تركية ويقدر أنه ينفذ أي انقلاب في أي وقت على أي حكومة تابعة للدولة العثمانية تبقى معادية للألمان عشان كده نقدر هنا بقى نقول إن الدوافع النفطية كانت هي المحرك الأساسي لطبيعة التحالف العسكري ما بين كلا المعسكرين المتحربين في الحرب العالمية الأولى معسكر بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية من جهة ومن الجهة الأخرى كانت المواجهة مع ألمانيا والدولة العثمانية طبعا الحرب انتهت في 1918 وأصبحت الدولة العثمانية هي رجل أوروبا المريض وتسبقت كل القوى العظمى في التوقيت ده من أجل الالتهام هذه الكعكة لغاية مفككه الإمبراطورية العثمانية في 1925 لكن دايما تبحث عن المستفيد ورا هذه الحرب لأن في خلال وبعد الحرب العالمية الأولى قدر روكفولر أنه يشكل تحالف كارتيل نفتي عرفة في التوقيت ده بتحالف الإخوات الثلاثة التحالف ده ضم الشركات الثلاثة الكبرى عالميا طبعا روكفولر بشركته ستاندر اويل اللي هي بقت اكسل موبيل دلوقتي ودخلت هنا ثلاث شركات جوه ستاندر اويل خاصة بروكفولر واثنين لروتشيل اللي هي شركة النفط الأنجلوفارسية اللي تحولت فيه ما بعد لبريتش بتريليوم وشركة شيل طيب بتحلل الدولة العثمانية كانت مهمة الإخوات الثلاثة السيطرة على نفط العرق بعد استبعاد ألمانيا المهزومة طبعا بعد الحرب وبالفعل نجح الكرتل بتاع روتشيلد وروكفولر في السيطرة والاستحواز على شركة النفط العرقية في 1928 ومجب اتفاقية الخطوط الحمرة تم تقسيم مناطق النفوذ بينهم في بلاد ما بين النهارين يعني الحرب العالمية الأولى دي قامت كلها من وجهة النظر النفطية للاستلاء على نفط العرق لما اندلعت الحرب العالمية التانية من 1939 ل45 كانت لإمبراطورية روكفولر النفطية هنا رأي آخر مغاير للرؤية الجيوسياسية للتحالف الأمريكي البريطاني السوفيتي اللي كان محتاج أنه يؤدي على الألمانيا النازية واليابان خلال الحرب العالمية التانية طيب الرأي المغاير ده جي من إيه؟ روكفولر كان بيسعى بعد ما حط قبضته على نفط العرق أنه يوصل للنفط اللي موجود في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي عشان كده كان محتاج أنه يوقع الاتحاد السوفيتي أو يدخله في حرب مع القوة العظمى تقضي على الاتحاد السوفيتي وينفذ هو من هذا الباب للإستلاء على النفط اللي موجود في مناطق الاتحاد السوفيتي عشان كده مولت إمبراطورية روكفولر النفطية الأحزاب الفاشية في إيطاليا والأحزاب النزية في ألمانيا عشان يعلنوا الحرب ضد الاتحاد السوفيتي اللي هو كان في الوقت ده حليف الأمريكا وبريطانيا في نفس الوقت ده كان روكفولر بيختارك البيت الأبيض وبيعين وولتر ديجل اللي هو في التوقيت ده كان تاني رئيس الستاندر اويل أو في نيوجيرسي قدر روكفولر أن يعينه في مجلس الدفاع الوطني لإدارة الرئيس فرانكلين روزفيلد وكمان اتعين في مجلس العمل الوطني للحرب يعني وقت الحرب العالمية التانية كانت شركة روكفولر جوه مجلس الحرب الأمريكي وهنا تظهر الفضيحة الرابعة لإمبراطورية روكفولر النفطية الفضيحة دي هنسميها فضيحة وولدر تيجل والنازية في 1924 كان قبل الحرب العالمية التانية طبعا كانت شركة ستاندر اويل أو في نيوجيرسي اللي مملوكة روكفولر تحت رئاسة وولدر تيجل ده كانت مع شركة جنرال موتورز بيعملوا تحالف مع بعض وأنشأوا شركة سموها إيسيل بنزين الشركة دي كان منوت بيها جمع برقاط الاختراع المتعلقة برباعي الإسيل وطبعا كانت مؤسسة روكفولر الخيرية هي اللي بتمول برقاط الاختراع ما احنا عرفنا ده بقى من الحلقة اللي فاتت بعد ثلاث سنين الشركة دي وقعت اتفاقية تعاون لمدة 25 سنة تخيلوا مع مين مع شركة ألمانية للكامويات اسمها IG Farpen ليه عشان يعملوا مع بعض أبحاث لهدراجة الفحم في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت طبعا هجا جمدة جدا في الداخل الأمريكي ووقتها ادعى روكفولر أن التعاون الأمريكي ده مع الشركة الألمانية مفيد للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا مع احتماليات نفاز احتياطات أمريكا النفطية في المستقبل القريب وبالتالي كان إنتاج الوقود الصناعة من هدراكة الفحم كانت ضرورة ملحة في هذا التوقيت دي كانت حجة روكفولر في تعاونه مع الألمان الشركة دي هي اللي قادت شركة ستاندر أيل أوف نوجيرسي إلى دعم لألمانيا النازية في المجهود الحربي لما قامت الحرب العالمية الثانية طب إزاي حصل الكلام ده؟ أنا زاك قدمت شركة روكفولر معلومات إلى الشركة الألمانية حول كيفية تصنيع الرصاص رباع الإسيل وكمان كيفية تصنيع المطاط الصناعي وسواء الرصاص رباع الإسيل ولا المطاط الصناعي كلاهما كان من موارد الحيوية المجهود الحرب في منتصف الحرب بقى في 1938 تحت قيادة ديجل وفرت الشركة وفرعها البريطانية 500 طن من الرصاص رباع الإسيل لشركة ألمانية تانية اسمها لوفت ويف كمان زودت اليابان اللي هي العدو بتاع أمريكا وبريطانيا في الحرب بكميات كبيرة جدا من مكون غاز المضاد الصناعي تخيلوا المدهش في الأمر لما دخلت أمريكا الحرب في 8 ديسمبر في 1941 على خلفية الهجوم الياباني على بيرلا هاربر كان الجيش الأمريكي بيعاني من نقص جديد جدا في المطاط ليه؟ لأن شركة روكفورر اللي كانت بتصنعه رفضت إنتاج أي مطاط صناعي للجيش الأمريكي بحجة إيه طبعا؟ بحجة إن حقوق براءة التصنيع الشركة بتاعة روكفورر نقلتها للشركة الألمانية أيجي فاربين الأغرب بقى إن 2 من أبناء ديجل كانوا في سلاح الجو التابع للجيش الأمريكي خلال الحرب دي ورغم كده كان تيجي المستمر في تزويد ألمانيا النازية بالنفط بتاعة شركة ستاندر اويل اللي هو كان رئيس التنفيذي بتاعها تخيلوا؟ طبعا في 1942 اتفتح تحقيق في الفديحة دي من قبل وزارة العدل الأمريكية اضطر ديجل بقى التقديم استقلته وشكرا وسلام عليكم لكن الشركة بتاعة ستاندر اويل اللي هو كان رئيسها كانت استمرت في تزويد النازيين بالنفط عبر طرق ومسارات مخفية ومستثرة كانت ما بين أسبانيا وسويسرا وطبعا رغم فشل مساعة روكفولر بقى في هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية التانية ومن سامة الوصول للنفط في مناطق النفوذ السوفيتية اذا كانت في دول الكوقاس بقى ولا في وسط اسيا الا ان حرب المحيط الهادي اللي دخلتها امريكا مجبرة بنهاية الحرب سمحت لستاندر اويل السيطرة على مختلف حقول النفط في المنطقة دي وعشان كده تملي برضو تدور على المستفيد لان بنهاية الحرب العالمية التانية كانت شركة ستاندر اويل بتاعة روكفولر بتنتج وتسيطر على خمس ما ينتجه العالم الرأس مالي كله من النفط واصبحت منتشرة على مساحة بتشغل 80% من سكان العالم هذه المساحة تقسمتها امبراطورية روكفولر النفطية داخل كان رأس مالي نفطي تم توسيعه من كبل القرتل المعروف بالاخوات الثلاثة بتاع الحرب العالمية الأولى اتحول الاخوات الثلاثة بالحرب العالمية التانية إلى معرفة بالاخوات السابعة قرتل الاخوات السابعة قدر انه يقسم سوء النفط العالمية ما بينهم ما بين بعضهم وحدده سعر النفط عالميا الإخوات السابعة دول تشكلوا من سبع شركات نفطية العالمية بعد الحرب عائلة proposals عائلة روكفولر طبعا كانت بتنتألك ثلاث شركات منهم ميلون كان بيمتلك شركة واحدة لها شركة النفط الخليجي لها كانت صاحبة امتياز نفط الكويت انذاك الشركة الخامسة كانت شركة بريطانية اللي هي الشركة الانجلو فارسية اللي تحولت في هذا التوقيت بقت انجلو ايرانية بعد سقوط الدولة الصفوية واللي تحولت فيه ما بعد الى بريتش بتريليون اما الشركة السادسة فهي شركة شيل البريطانية الهولندية برضو بتاعت روتشيل الشركة السابعة والاخيرة كانت شركة تيكساس الامريكية ودي كانت الشركة اللي بان عليها دونالد ترامب بوثيقة استراتيجية الامن بقومة لإدارته اللي احنا نوهنا عنها في الحلقة اللي فاتت بالنسبة للسعودية طبعا كان امتياز النفط السعودي بقى في التوقيت ده كان خرج من اتفاقية الخطوط الحمرة اللي هي بتاعت الحرب العالمية الاولى وراح امتياز نفط السعودية لشركة سموها شركة النفط العربية الامريكية اللي هي ارامكو وبكده كان المستفيد من الحرب العالمية التانية طبعا هو كرتل الاخوات السابعة لانه هاي من على 80% من مجموع انتاج النفط العالمي كله خارج امريكا والمكسيك والاتحاد السوفيتي وظلت حصاصهم كلها بتزداد مع كل دورة من دورات الزمن وحتى اللحظة الفديحة الخامسة الفديحة دي بقى تخص واحد من عقلات روكفولر الاخوات الخامسة طبعا هو نيلسون روكفولر وده كان شغال لو تفتكروا في الحالة اللي فاتت قلنا انه هو كان شغال مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية كرئيس لشؤون امريكا اللاتينية لانه كان في التوقيت ده هو مسؤول ادارة اموال الروكفولر في امريكا اللاتينية وما ادراقه وما فعلوه في هذه الدول اللاتينية بس احنا عشان اختصارا للوقت هنختزلها مش هنجيب اللي عملوه ولكن هنختزل كل اللي عملوه في جملة عبقرية قالها واحد من قيادات الجيش الامريكي اللي حارب في امريكا اللاتينية في هذا التوقيت كان اسمه الجنرال ميجور سيمتلي بيتلر سيمتلي قال لقد قضيته 33 و33 عاما في خدمة جيشنا الامريكي كنت في معظمها قاطع طريق يعمل لمصلحة وولي ستريد والشركات والمصارف الكبرى المهم لما انتهت الحرب العالمية التانية ورغم في ضيح التورط أروف فولر مع الألمان ضد أمريكا وبريطانيا في الحرب الا انه في 1949 ظهرت بقى لعبة الكرسي الضوار نيلسون تولى منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في ادارة فرانكلين روسفيلد وده الموقع اللي سهله متابعة تنفيذ مشروع القرن الأمريكي بعد الحرب العالمية التانية في ادارة هاري ترومان ثم دويت ايزنهاور خلال فترة الخمسينات بعد كده طلع من البيت الأبيض ورح مسك حاكم على ولاية نيويورك في الفترة من 59 ل73 طلع من حاكم ولاية نيويورك بقى نائب للرئيس الأمريكي جيرالد فورد أيام حرب 73 ما بين مصر واسرائيل في الفترة من 74 ل77 الفترة دي كانت من أهم فترات أر روك فولر اللي كانوا محطين قبضتهم على كل مفاصل البيت الأبيض وكانوا داخلين في صراع مرير مع أر روتشيلد وفي أغسطس 1971 قدروا يقنعوا رئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بفكر طباط الدولار بالدهب بتاع روتشيلد عشان كده في أغسطس من عام 71 طلع ريتشارد نيكسون فيما سمي بصدمة نيكسون للعالم كله لما أعلن حل النظام الاقتصاد العالمي المبني على اتفعية بوريتون وودز ورافع غطى الدهب عن الدولار استمرت خطة أر روك فولر في خريف عام 73 لما خرجوا التوصيات من منظمة بلد البيرج وهي ودي إحدى المنظمات السرية اللي بيقودوا العالم بها زي ما قلنا قبل كده بأنهم يرفعوا أسعار النفط الأربع أضعاف طبعا هنا كان هناك دور بارز للصديق الحميم بتاعهم اللي خربوه من مجلس العلاقات الخارجية هنريكي سينجر لما دخلوه البيت الأبيض كوزير للخارجية وهنا ظهرت اللعبة المكيرة بتاع التعلى بالمقار هنريكي سينجر بقى مع السعودية والفيلم اللي عمله والنبي الدونة 2 لتر بنزين للطيارة رجع بيها لأمريكا إنما قدر هنريكي سينجر أنه يقنع السعوديين بإداء عائداتهم النفطية في بنوك أمريكا والغرب وبكده ترجع الدولارات اللي أنفقت على النفط إلى المؤسسات المالية الأمريكية ومن اللحظة دي أصبحت عملة البترو دولار عملة دوارة تستخدم في الكروض الدولية والسيطرة على العلم من كبل الروكفولر وتحول بالتأكيد معها اقتصاد أمريكا إلى مصدر دخل مالي وحولوا أمريكا من دولة صناعية قبرى خرجت بعد الحرب العالمية التانية إلى نادي للديون العالمية استمرت خطة روكفولر بقى لغاية لما دخل الأمم المتحدة مؤتمر جمايكا الدولي في يناير من عام 76 والمؤتمر ده هو اللي رسخ رسميا بقى لانتقال النظام المالي العالمي الجديد إلى معيار النفط واعتمد صندوق النقد الدولي المقترح اللي قدمه مجموعة روكفولر بفصل معيار الدهب كغاطة نقدي للدولار الأمريكي وربطه بالذهب الأسود أو النفط وبكده نجحت مجموعة روكفولر في حسم الصراع مع عائلات روتشيلد لصالح شركات النفط المملوكة ليهم وأصبح قروض صندوق النقد الدولي والخصخصة العالمية والسياسات الحرب من أجل تقسيم العالم ونهب الصروات النفطية بمنطقة الشرق الأوسط هو المعيار الحقيقي لدعم طابع الأوراق الخضراء من كوبا النظام الإحتياط الفيدرالي اللي هو تابع لآل روكفولر اللي من اللحظة دي تحكموا في الولايات المتحدة الأمريكية وحكموا العالم وطرقوا للمملكة العربية السعودية قيادة منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر